السلام عليكم ازايكوا حلوية اليوم سنرى البرج المنظفات بس بشكل مختلف لان انا جبت تربو كده جديد لان انا محتاجة الدرفة بتاع المنظفات الاول انا عندي ازازة بريلة كبيرة هحط فيها ربعها مية وهكمل باقعة كده بحوالي نص قباية خل وبعد كده هحط قباية كاملة من الصابون السائل وهحط شوية لمون وكمل ازازة مية ورجها ده بالنسبة لي كده ده الصابون اللي انا باستعمله الموعين تتغسل كويس جدا لان الصابون مهما كنتي حطة فيه ايه برضو الصابون بيسيك بصر في الموعين فاخسر الموعين بمعيسخن فانا قلت تعمل بالمورة الازازة دي تبقى اسهل علي من اللتر الكبير يعني يعمل الكباية بكباية بعد كده بقى ليجي الدرج المنظفات اللي احنا اساسا عاملين الفيديو عشان ننظفه انا محتاجة الدرفة دي عايزة حط فيها حاجات كتير عايزة ازبط كسا حاجات في المطبخ فقلت افضلي المنظفات دي فالقيت ناس كتيرة جدا بتشكر في التربو بتاع المطبخ اللي هو الاربع تدوار والتلات تدوار ده بصراحة لقيت وشيل حاجات كتيرة جدا عند ناس كتير فقلت يالله هجيبه واشوف الدنيا فيها ايه هشوف هيشيل يعني ولا مش هيشيل زي ما انا فاشوف ففضتها ولمعتها وهقفلها دلوقتي هبقى ارتبها في يوم ان شاء الله عمل معاكم ترتيب المطبخ لوحده باذن الله فكانت المنظفات كتير عليها فالمهم جبت الستاند ده اللي هو اربع تدوار كنت جميه بمية خمسة واربعين ما عرفش هو بيتباع اقلها واعلى من كده الله اعلم المهم يعني فدول اربع تدوار هو مش العريض لانه في منه عريض انا جيبها اللي هو رفيع ويريتني جبت العريض وهقول لكم في الاخر ليه بس مش مشكلة ايش تشغال يعني فده كان بمية خمسة واربعين جنيه فهستكشف دلوقتي وبتركب ازاي لان ما معرفش يعني ايه اشغل دماغي في الحاجات اللي بتتركب في المطبخ دي وحاول اركبه وورره لكم بصوا واطلع طويل يعني القطعة نفسها طويلة طويلة قوي الكعار دي يعني الكعار ده طويلة فحلوة يشيل كتير وده العجل بتاعه مع اربع عجلات كده هو ليه اطلع كده بتتركب فيه فهركبه كده وارجع لكم بصوا يا حلوين انا ركبت ثلاثة بس واركبت العجل مش هركب الرابع ليه بقى لان انا عايز احطه تحت الحوض جنب الغسالة مش عايز احطه جنب الغسالة بالناحية دخلة المطبخ علشان مبقاش في وش اللي رايح واللي جاي فهو كده بنسبالي تمام الرف الرابع ده انا مش هركبه هستغله في حاجة تانية في المطبخ هعمل بيه رف ان شاء الله في المطبخ فوق الفرن الكهرباء الصغير وهتشوفوه معي بازن الله انا لو ركبت الجزء الرابع هيعدي الحوض وانا مش عايزة ده فمش مشكلة الفيديو ده هيكون سريع جدا علشان انه ما فيوش هاري كتير كل الفكرة ان انا جبت بتاع المنظفات ده وعايز اوفر مساحة فاردت المنظفات فيه وان شاء الله شاء الحاجات كثيرة جدا يعني المهم الدوني وكوريكس الالوان وكوريكس العادي بيرسول الجنرال ده كله رف ومشكلته بس انه العرض بتاعه من جوا مش قوي يعني فيه منه العريض فنصيحة لو هتجيب يعطي العريض فوق بقى كل المنظفات بتاع الازاز بتاع الاستلس بتاع التلاجات الباور المعطرات و هقولكم على حاجة البتاع بتاع المنظفات الابياد اللي انا مسكى بايه ده ده اسمه ما معرفش اسمه ايه كده مطبع عليه قاهر الدون كنت جايباه لحاجة عندي كده في المطبخ كان تحت البوتجاز وكنت جايبة ميجينيه اون لاين من على الفيسبوك نصيح ما جايبوش لانه هو هو باور ميفرقش كتير عنه يعني دحك علي يا فيه ما عليم ودي المعطرات والبرسيل الجل والصابون حطه كمان وحطه قدام كوريكس ده كانت مشكلتي في ايه بقى في علبة الصابون السهل بتاع توفير كبيرة ما نفعتش تدخل و هي تدخل اه بالعرض كده بس طويلة والبوكس بتاع المسحوم فقررت خلاص بقى ان انا هحط ازاز التوفير دي جنبه كده على الارض بما انها بيضى نفس اللون بتاعه والبرسيل ده هجيب عبوه مثلا تشيل تلاتة كيلو او اربعة كيلو لون هبيض وحطه كله فيه يبقى كله لون واحد التلاجة والتيربو والبوكس المسحوق نفس اللون ده كان الفيديو كده ساعة السريع شفتوا التنظيم الجديد بتاع المنظفات اشوفكوا على خير السلام عليكم